للعاصمة المصرية القاهرة حيث من المرتقب أن تعقد اليوم جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية في مسعى لتهديئة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وأكد مسؤول المصري أن المفاوضات ستشمل الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين وتأتي الجهود المصرية القطرية تزامنا مع اختتام وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته إلى الشرق الأوسط والتي قال المراقبون أنها لم تسفر عن نجاحات واضحة وفورية حول الأزمة في غزة